فيه شاب إخواني اسمه عمر حسن عمر حسن ده مطقع عمر حسن مطقع حتى على صفحته فيديو غريب جدا ورهيب جدا ومهم جدا بيقول فيه السيد جاسم سلطان ده مفاكر قطري إخواني 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 يعني بيقوله بيعترف ان احنا نسيره كالقطعان اهو اهو فيديو رائع لكن سيغضب أصحاب الهوى والمطبلين هذا ما يحدث عندما نسيره كالقطعان المقال والحرية العقل والحرية هو الإنسان ده مين اللي بيقول ده عمر حسن نشر لجاسم سلطان ده مفاكر قطري إخواني بيعترف عندك فيديو إبراهيم شغل الفيديو شغله لحسن لأن التنظيمات هي تستخدم الأفراد كأوعية بمعنى أن الفرد قد لجلس عشرين وخمس وعشرين وثلاثين سنة متلقيا نعم هو لا يدار معه حوار نعم هو باستمرار يدرب على أنه آله للتلقي للتلقي وكل شيء يقال له مربوط بآية أو حديث نعم تخيل أن نحن عندنا خمسين أو ستين تنظيم وكل تنظيم ربط ما يقوله بآية أو حديث نعم الآية والحديث مقدسين والفهم الذي وصل لهذا الشخص أن منظمته هي التمثيل الحقيقي لهذه الآية ولهذا الحديث نعم وبالتالي ما يقوم به مرتبط بالمقدس الأعلى نعم ثم تأتي قضية أن يجب أن تثق في القيادات وشرط الثقة وركن الثقة هو الأساس في العلاقة بين أفراد التنظيمات هذا الإنسان يزول بأدوات لنفي الآخر أدوات غيبوبة عن المجتمع فهو لا يقرأ كما يقرأ الناس ولا يستمع كما يستمع الناس ولا يناقش كما يناقش الناس هو على طريقة المشايخ مرصوفية يقول لك أنت بين يدي شيخك الميتي بين يدي غاسلك أنت لا تراجع ورائه ولا تسأله ولا تفكر لأن هذا يجعلك مثل قضية الشيخ مع المريد لا تسأل فتنطرد صحيح لا تعترض فتنطرد صحيح ثم بعد ذلك ولدت آليات أخطر من هذه اللي هي آليات التحكم في الناس بالمال فالفرد التنظيمي في مجتمعات عربية ما في الدولة لا تقدم خدمات نعم هو يحتاج إلى خدمات تطبيب ورفقة ونادي ورحلة وعلاقات عائلية التنظيمات تلعب هذا الدور في حالة خروجه للتفكير بفرده كإنسان نعم يحرم من هذه المكتسبات والمجتمع الخارجي لا يوفرها له وبالتالي يصبح أمام معضلة إما أن يبيع نفسه داخل هذا الإطار ويسكت عقله نعم وإما أن يغامر فيخرج من الجنة الموعودة للخارج نعم هذه الآليات المكثفة حرمت أبناء التنظيمات من أبسط شيء اللي هو الحرية نعم الحرية كإنسان إنه ويفكر ويناقش وقرآن تكلمه وكلكم آتيه يوم القيامة فردلا يأتي أحد مع تنظيم ولا غيره التنظيم أدى لتحقيق أهداف الإنسان يتفكر فيها باستمرار قد يغير رأيه فيها فهذا اكتسبت قداسه ومربوطة بالنص ومربوطة ببنود متعلقة بقضية الثقة المطلقة في القيادات ومربوطة بالمصالح المالية يشبه الشخص مكبلا يعجز عن الحركة خلاص يفقد ذاكيتك كإنسان يصبح يقول لك الكلام في مكان وإذا جاء في مكان عام يقول لك كلام ثاني تماما دا كلام خطر جدا بآخر كلمة بيقول لك كلام في مكان ويروح في مكان آخر عام بيقول كلام مختلف دا فعلا يعني أجمل وفسر بيقول دول جماعة القطيع سياسة القطيع بلا عقل بلا منطق بلا مرؤة دا لواحد إخواني بيعترف على الإخوان وبالمناسبة في الجزيرة وفي قطر على طول باي